مابل سيرب او شراب القايقب زي ما سألتوني هنحكي لكم كل حاجة عن شراب القايقب او المابل سيرب والفوايد الجميلة بتاعته يحتوي شراب القايقب او المابل سيرب على مركب اسمه البليفينول وده مفيد جدا في حماية الشرايين من التصلب بيحافظ على صحة القلب وسلامته عشان فيه معادل مهمة زي المنجنيز والزينك بيساعد على رفع مناعة الجسم وتقويته الشراب ده فيه شجرة بتطلع معظم الاشجار دي او مشهورة بيها دولة كندا شجرة كبيرة بيعملوا فيها فتحة بتنزل سائل زي المية تقيل سنة خفيفة تمام ده الشجرة دي سبحان الله بتحول المواد النشاوية اللي فيها طول فترة الشتاء الى شربات او شراب خفيف او حاجة زي المية فبيحطوا مصورة مية بيخروموا الشجرة فبيطلع منها والناس اللي عايشة في كندا عارفة كده وبتشوف الطرق دي بتتعمل ازاي وممكن تخش على اليوتيوب بتشوفوا طريقة تستخراجه اللي احنا عاوزين نقوله ان بيحمي الجسم من خطر اصابة المرض زي السكر والسرطان وبيستخدم كبديل للسكر لانه طالع من الشجر بياخدوه ازاي؟ بينزل السائل خفيف زي المية اتقل من المية بسنة بيحطوه في وعاء او في قدور او قدر وبيغلوه فبيبخروا نسبة كبيرة من المية فبيتحول للتقلان او لازي العسل النحل او زي الشربات التقيل بتاع البسبوسة بتاع الكنافة يبقى خفه من الجلوكوز وفي قوام عسل النحل حتى لونه لون عسل النحل بيستخدم كبديل للسكر خزن في المخبوزات وفيه ضايت كتير زي الباليو بتلاقي طالبين منك تشتغل بدل السكر العادي بتشتغل بالمبل سيروب وفيه كذا ضايت لان السكر بتاعه مفيد غير السكر اللي خارج فيه ناس بقى في كندا بيشربوه 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 او المبل سيروب يوميا بيوفر لو شربت كوب واحد من المبل سيروب بيوفر 18% من حاجة الجسم من عنصر الزنك بيزيد الجسم نشاط عند الدماغ والاعصاب بيوفر للجسم نسبة 37% من فيتامين بيه والفيتامين المسؤول عن التمثيل الغذائي يحمل جسم من الاصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع الدم فيه معادل مهمة زي البوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم وقلنا الماغنيسيوم بيعمل على شعور السعادة والكالسيوم مفيد للعضم فعلمات بيقاوم علامات تجاعد البشرة وبيقاوم علامات تقدم الشيخوخة بيعالج مشاكل الجهاز الهضمي زي الانتفاخات والغازات بيعاد من بعض علاج بعض الامراض الخطيرة زي هشاشة العظام والزهايمر عشان خاطر فيه بيوتاسيوم وكالسيوم نسبة الفراكتوز بتاعته قليلة مفيد جدا احسن من شراب الدرة ومعروف ان الفراكتوز ليته اسرات درة مثل ارتفاع حمد البوليك بس على مستوى الانسلين والسكر لكن شراب صحي ده يعتبر سكر طبيعي طالع من الشجر من غير اي اضافات كل اللي بيعملوه ان هم بيسخنوا وبعد كده نعمل لكم حلقة عن الجلوكوز وعن الناس اللي عاشا في اوروبا تلاقي الجلدن سيرب والويت سيرب والدرك سيرب فتابعونا وادعوا لامي وابي بالرحمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياريت لو عاوزين اي حاجة اكتبوها لنا في التعليقات ونعملها لكم بازن الله في قرب وقت اي شيء متخصص عن السكر انا تحت امركم